حقائق قد تفاجئ كثيرين عن الثعابين التي تعيش في السعودية ويزداد الحديث عن خطورتها خلال أشهر الصيف هنا سبعة أنواع سامة جداً خطيرة تعيش في بيئات مختلفة من المملكة يتقدمها الثعبان الأسود الخبيث سام جداً وقصير وأصغر من الصلة الأسود وأبرز ما يميز عنه أن رأسه صغير لا يختلف عن سماكة عنقه أو جسمه أما الصلة الأسود وهو سام جداً بمقارنة حجمه بالخبيث فهو أكبر وأطول ورأسه أعرض من عنقه وهذه الرقطة التي أسمعتك صوتاً يصدر منها تعرف في مصادر متخصصة في الزواحف باسم أفعى السجاد الشرقي نسبة إلى تشكيلات ألوان جسمها تشبه بشكل السجاد ويوجد أفعى أخرى سامة جداً تشبهها نوعاً ما وتأخذ عند البعض نفس الاسم الدارج الرقطة أما هذه الكوبرة فسامة جداً وأوضح ما يميزها طولها وقدرتها على نفخ رقبتها ورفع مقدمة جسمها بشكل عمودي ويتركز انتشارها عندنا في جبال السرات بخلاف أفعى أم جنيب أو المقارنة فهي الأوسع في الانتشار في معظم مناطق المملكة ويعزى إليها أن أكثر حالات عضات الأفاعي والثعابين تحدث منها والزحف الجانبي أوضح على ما تميزها ولهذا يطلق عليها أم جنيب بالإضافة إلى أنك ستلاحظ صفة تميز الأنواع التي تندرج تحت فئة الأفاعي أنها برأس يبدو مثلث الشكل مثلها مثل رأس الرقطة وأيضاً رأس الأفعى النوامة التي تسمى أيضاً الأفعى النفاثة لأنها تنفث هواء أو نفساً مسموعاً من جوفها وليس نفث السم إنما الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون وتبعث على الإطمئنان من الإصابة أن معظم أنواع الثعابين التي تعيش في بيئات المملكة البرية والزراعية والتي تتجاوز خمسين نوعاً هي غير سامة أو أن سمها ضعيف غير خطير على الإنسان هذا فضلاً عن أن الثعابين السامة ولأسباب مختلفة تتعلق بحجمها أو بطبيعة هجمتها أو لحظة عضتها ومقدار حاجتها للغذاء وما إذا كانت شبعة للتوب قتل فريسة من القوارض أو أنها مستعدة لإفراج كمية مركزة من السم ولأسباب أخرى قد تعض عضة تعرف بالعضة الجافة فلا تحقن السم الكافي في جسد الضحية لكن هذا لا يعني أبداً التهاون بل تطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة مباشرة والذهاب سريعاً إلى المستشفى أؤكد وبلا مبالغة وعن تجارب مع بعض الأصدقاء أي شخص سيكون بمقدورة معرفة أنواع الأفاعي والثعابين وتحديد السام وغير السام وبسهولة باتباع ثلاث خطوات